اهلا بكم مشاهدنا في كل مكان السهل الرياضة اليوم من المغرب حيث اكتفى نادي الجيش الملكي بالتعادل السلبي مع ضيفي أولومبيك خريبغا في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم برسم الجولة الثالث عشر من دور اتصالات المغرب للمحترفين عقب هذا التعادل وهو الخامس لنادي الجيش الملكي هذا الموسم مقابل خمسة انتصارات وثلاث هزائم احتل العميد المركز الرابع بعشرين نقطة اما فريق أولومبيك خريبغا الذي حقق اول نقطة له بعد ثلاث دورات عجاف فارتقى مؤقتا الى المركز الخامس عشر وبإحدى عشرة نقطة وضمن ذات الجولة عاد نادي تحطنجا من ارض الكوكب المراكوشي بنصر ثمين وبهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على ارضية ملعب الحارثي وسط حضور جماهري كبير من انصار الكوكب وفارس البوغاز جاء هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعب عبد العالي العبوب في الدقيقة الحادية والستين وبهذا الانتصار وهو السادس للاتحاد هذا الموسم رفع الفريق رصيده لاثنتين وعشرين نقطة احتل بها المركز الثالث وبفارق خمس نقاط عن المتصدر نادي الفتح وثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني نادي الوداد في المقابل بقي الكوكب المراكوشي في المركز الرابع عشر بثلاث عشرة نقطة بعد وصول النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الأورغواياني بوجينيو فيغريدو إلى الأورغواي بدأت السلطات القضائية هناك بمحاكمته بتهم الاحتيال وتبييض الأموال في استمرار لمسلسل فضائح الفساد التي هزت عرش الفيفا وتوجه فيغريدو فور وصوله قادما من سويسرا إلى المحكمة حيث بدأت محاكمته بالتهم المنصوبة إليه وسط حراسة أمنية مشددة وكانت طائرة فيغريدو قد تأخرت قليلا قبل أن تصل إلى العاصمة مونتي فيديو ويواجه هذا الأخير عقوبة حبسية قد تصل لخمسة عشر عاما مع إمكانية تنفيذ العقوبة على شكل إقامة جبرية في منزله دعا المدرب غوث هيدنغ لاعبي تشيلسي للخروج من كوبوتهم بعدما ابتعد حامل اللقب عن المنافسة في الدور الإنجليزي الممتاز سيتولى هيدنغ المسؤولية على رأس الجهاز الفني للنادي اللندني اعتبارا من بورات الفريق على أرضه أمام نادي واتفورد يوم غد بعد عودته إلى ستانفورد بريج لفترة ثانية كمدرب مؤقت عقب إقالة البرتغالي جوزي مورينو ويحتل تشيلسي المركز الخامس عشر في الترتيب متأخرا بفارق 11 نقطة وراءت تنهام الرابع بعدما خسر أكثر من نصف عدد من مبارياته منذ بداية الموسم بسبب ابتعاد عدد من نجومه عن مستواهم الطبيعي كهازارد وكوستا وفابريكاس ينتظر عشاق نادي مومبلي الفرنسي يوم الأحد المقبل بفارغ الصبر للإعلان عن خليفة المدرب المقال رولاند كوربس أملا في خروج الفريق من أسفل الترتيب العام كان نادي مومبلي قد أعلن قبل يومين عن إقالة كوربس الذي استلم الإشراف على النادي شهر دجمبر الماضي وذلك للمرة الثانية بعد العامين الذين أنضاهما مع الفريق بين 2007 و2009 وجاءت الإقالة بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز في مبارياته السبع الأخيرة ما جعله مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية إذ يقبع حاليا في المركز الخامس عشر وبفارغ ثلاث نقاط فقط عن منطقة الخطر تغلب منتخب الهند لكرة القدم على سريلانكا بهدفين مقابل لشيف اللقاء الذي جمع بينهم اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى من الكأس الذهبية لدول جنوب آسيا تقدم المنتخب الهندي مستضيف البطولة في الدقيقة الحادية والخمسين بهدف حمل أنضاء اللعب روبينت سينك قبل أن يعود ذات اللعب في الدقيقة الثالثة والسبعين ويتمكن من تشجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده تصدر المنتخب الهندية المجموعة الأولى بثلاث نقاط فيما بقي منتخب سريلانكا في المركز الثاني وبنفس الرصيد وضمن ذات المنفسات تغلب المنتخب الأفغاني على بنغلادش بأربعة أهداف مقابل لشيء برسم الجولة الأولى الخاصة بالمجموعة الثانية تناوب على تشجيل ربعية المنتخب الأفغاني كل من مسيح سيغاني في الدقيقة الثلاثين وفيصل شايستي في الدقيقة الثانية والثلاثين وزبير عميري في الدقيقتين الأربعين والسابعة والستين ورفع منتخب أفغانستان رصيده لثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثانية فيما بقي منتخب بنغلادش في المركز الرابع والأخير وبدون نقاط أعلن السويدي روبين سولدرلينغ لاعب كرة المضرب اعتزاله اللعب بعد معاناة طويلة مع المرض ولم يشارك وصيف بطل رولان غاروس مرتين والبالغ من العمر 31 عاما في أي بطولة منذ عام 2011 بسبب فيروس تسبب في استنزاف طاقته ونشاطه وقال سولدرلينغ في حسابي على موقع تويتر أشكركم جميعا على مشاعركم الطيبة أشعر بحزن بالغ لأنني لن أشارك في بطولات تنس المحترفين مرة ثانية ولكن بعد قراءة كل الرسائل أشعر أنني في حالة أفضل يضيف النجم السويدي وقضى سولدرلينغ عشرة أعوام في عالم كرة المضرب وارتقى للمركز الرابع عالميا في التصنيف وفي 2009 أنهى اللعب السويدي هيمنة الماتادور الإسباني رفيل نادال على بطولة فرنسا المفتوحة بانتصار مبهر في الدور قبل النهائي قبل أن يخسر في المباراة النهائية أمام السويسري روجر فيديرر قررت الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA ونجومها الانضمام لحملة لمكافحة العنف المسلح الذي تنام مؤخرا بالعديد من أجزاء الولايات المتحدة وذكرت يومية نيوك تايمز أن الرابطة أعربت عن قلقها بشأن أعداد القتلى في حوادث إطلاق النار عبر البلاد وانضمت إلى النقاش الدائري حول مراقبة حيازة الأسلحة النارية مبرزة أنها ستقوم بحملة إشارية وترويجية غير مسبوقة بشراكة مع المدافعين عن تجديد المراقبة على امتلاك السلاح الناري ودخل نجوم الدور الأمريكي لكرة السلة في حملة قوية لمكافحة العنف المسلح من خلال الاعتماد على سمعة رياضيها وتشير التقديرات إلى أن عدد الأسلحة النارية المتداولة بالولايات المتحدة يمثل ثلث الأسلحة في العالم حيث يصل إلى ثلاثمائة مليون قطعة سلاح لحوالي ثلاثمائة وثمانية عشر مليون نسمة أي بمعدل بندقية واحدة للفرد الأمريكي بعيدا عن عنف والسلاح نختم بهذه الصور القادمة من إنجلترا حيث نظمت جمعية أرسنال استعراضا موسيقيا بمناسبة أعياد الميلاد بقيادة اللعب بيتر تشيك وبمشاركة عدد من نجوم الفريق كالكسس سانشيز وقامت تشيك باستعراض مهاراته في العصف على الآلة الموسيقية رفقة بابا نويل فيما تكفل أليكسس بالعصف على آلة البيانو موسيقى 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 شكرا لكم أينما كنتم معهم الآن فأعود وإياكم للزميلة جوهر الكحل لمتابعة ما تبقى من أخبار